حقيقة إحنا كنا مبسوطين قوي لما بعدتنا لأنه لقينا كده في الرسالة أنه فيه هدف وده اللي بنجري وراه دايماً أنه يكون فيه هدف وفيه آليات أنت شرحتها لنا في الرسالة وقلتنا أنه أنا نفسي أطلع معاكو أو أنه نكون بنسلط الضوء على الفريق معاكو في البرنامج عشان نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الشباب مين بقى صاحب فكرة أنه يعمل الفريق ده؟ الأستاذ محمود ساقر رئيس الفريق بس هو مش موجود معنا النهاردة جاءت له منين الفكرة أو كان إيه هدفه من الفكرة أو هل لما فكر فيها يعني ظهرت للنور بالشكل الموجود بيه حالياً ولا كان ليه رؤية تانية طبعاً إحنا لنا هدفين أول حاجة اللي هي جانب علمي وده اللي احنا بنفيد نفسنا ننزل زيارات نشوف الأماكن على الطبيعة نقوم بشرحها نعمل كورسات خاصة بنا كل ده وطبعاً بيكون حاجة طوعية بنقدم ده بنفيد نفسنا تانية حاجة اللي هي بقى الجانب الثقافي بننشر الوعي بنروج للسياحة المصرية بننشر يعني ثقافة الجانب الثقافي أصلاً مهمة بشكل كبير فإحنا بنحاول بقى نوصله للناس بصورة كويسة وبننشر الوعي محمود أنتم مين؟ يعني وإزاي عرفتوا تكونوا فريق أكيد لنفس الاهتمامات بما أنكم ليكوا هدف مشترك تماماً في البداية أحب أقول لي حضرتك أننا ليس فقط طلبة أو خرجين نحن كمان بنشتغل على الشريحة لها طالعة صغيرة مثلاً في السنوي وحبين الفكرة فإحنا في البدايتنا طلبة مجموعة شباب تاريخ خرجين بيدرسوا تربية أصار كل اللي في المجال حبينا نعمل حاجة بحيث أن نوصل للناس الوعي الأسري إحنا شايفين أن الناس مهمينها دوت بشكل إيه يعني إحنا في بلد أعتبر فيها تلتة أسر العالم طبع بس الناس مش حاسب ده حبينا أن نحن نزهر للحاجة ديت ودوت بيكون من خلال الترويج الترويج بيكون إزاي بيكون من خلال أن أنت بتنزل المكان الأسري بتشتغل عليه بتشرحه بتتصوره بنشتغل برضو عندنا مبادرة حكاية ومبادرة أطلقناها دي أول مبادرة في مصر يعتبر لأن كتابة المقالات فيها أكتر من مئة شخص بيشتغلوا على أنهما يتنزلوا كل يوم تلت مقالات من مصادر موثقة بمعلمات مبسطة بحيث أن أحد زي حضرتك مش في مجال التاريخ أصلا بس حابب أن يقرأ يخش يلاقي حاجة معلومة موثقة ومبسطة وكمان منحارب الشائعات مثل أفكار مش كويسة أو كده بندور طبعا من المصادر موثقة بندور الأجزاء اللي مثلا فيها أخطاء أو كده بندور على أصلها وبندنزل لوت المقال مبسط بحيث أن يدخل يلاقي معلومة سهلة يدخل فين بقى؟ يعني نقرأ الحاجات دي فين؟ لدينا بيتش الدونيته طبعا على الفيسبوك وصل 40 ألف متابع دونس بونسر الحمد لله ولا أي حاجة ده بيدل على نجاح الفكرة وأن الناس بقت ملمة ومهتمة بالموضوع وبالمقالات اللي بننزلها هيل هيل أسرق قوليلي بقى أنتوا يعني تقريبا عددكم قد إيه وبتشتغلوا أزاي يعني مقسمين نفسوكوا كده فرق أو مقسمين نفسوكوا مجموعات كل مجموعة دورها إيه المبادرة لوحدها فيها أكتر من 130 شخص أما بالنسبة بقى للإدارات وكده ففيه إحنا لدينا 8 فروع 8 محافظات الفرع المركزي في الشرقية وده الإدارة بتاعته 10 أشخاص فيه فرع في الغربية وفرع في اسكندرية والجيزة والأليوبية وفيه وكمان وصلنا لجنوب مصر يعني وجه قابلي كله طبعا كل يعني دي فروع بقى كل فرع بيكون لإدارته بيدير الفريق بتاعه يعني أنتم قسمين الجروب الكبير على مجموعة من الفروع كل فرع بينصق زيارات بقى وندوات وحاجات كده صح كده فيه بقى ممكن تكون زيارة مشتركة لكل الفروع مثلا فيه فرع عايز يعمل زيارة لوحده كورسي لوحده كده مهودالله هيخليني بقى أسألك أنتو إيه قليات الشغل بتاعكو يعني أنتو بس بتخطبوا الشباب من خلال أنكو تعملوا تجمعات تروحوا تزوروا مكان معين ندوات ولا إيه الأليات اللي بتشتغلوا بيها يعني أغلب حاجة اللي هي السوشيال بقى بيكون التعامل من عليها لأن طبعا مش بنعرف فيه ناس من زي مثلا واجه قبلي دول مش بيعرفوا ييجوا معنا كتير زيارات أو كورسات أو كده فتعمل بيكون سوشيال يعني وعى الصفحة وكده لكن هم يعني ممكن عندهم هناك يقدموا كورس يعملوا زيارة عندهم في المنطقة بتاعتهم اشتركوا في القناة